سيد الرئيس المجلس البلدي دار زيارة ميدانية للحي وهذا الشي ما ما كين من لواله سيد الرئيس المجلس البلدي فقط صف التقنيين دياله وصف الناس دياله ومشاودروا الخدمة ديالهم بينما الصحفيك يقول بأن رئيس المجلس البلدي مشيت عن السكينة ووقفت على المشاكل أنا كنقول هذا الشي ما كينش رحمة الله يتعلى بركته مشاهدين ومشاهدات ومتابعين قناة رفدية معكم أزوغ عبدالصامد أخ ديال الضحية ديال السعقة الكهربائية في حيب وعجاجن كما شاهد معانا الرئيس العام المحلي والوطني هذه الحادثة وهذه النازلة هذه أولا ومقبل لكل شيء كنشكر الموقع ديال الريف ديال اللي أول كان السباقين اللي ثار الميل في المطلب ديال السكينة واللي يخدع العاتق دياله أنه يصل صوت ديال السكينة وصوت دياله نحن كضحايا ديال هدى الكارثة هدى الرئيس العام المحلي والوطنية بداية الخروج ديالي اليوم جاء نتيجة شاهد واحد الفيديو ديال واحد القناة إعلامية وطنية مع السيدة رئيس المجلس البلدي السيدة رفيق مجايت اللي كنشكره من هذا المنبار هذا وليتمر فيه واحد المجموعات المغالطات ممكنش لي أناية يعني نمر عليها مورور كيلام أنا كما قلت في إحدى الاجتماعات مع السيدة رئيس المجلس البلدي ومشكور قام معنا بالواجيب واستقبلنا وطاصل بالنس ديال الكهرباء وجوحتهما حضرنا اجتماع حضرنا المحضر سأشكر عليها رئيس المجلس البلدي ولكن أنا من الطبع ديالي اللي كيديرها مزيانة كنقول له أحسنت واللي كيديرها ممزيانة كنقول له أسأت فادي سواء يعني ما كان صبغ حتى شي واحد بش يعرفوا الرأي العام أنه أنا ما كان صبغ حتى شي واحد أنا كانت تبينه واحد المجوجة الملفات الملف المطلابي ديال الساكينة والملف ديال الضحية ديال اللي هو الأخ ديالي أولا المنبار الإعلامي ما تتعاملش بمهانية مع السيد الرئيس المجلس البلدي لأنه كان طرف الحوار المفروض عليه أنه كان يطرح أسئلة ويأخذ المعلومات من السيد الرئيس المجلس البلدي بينما هو كان يعطيه معلومات مغلوطة من بين المعلومات اللي هي مغلوطة هو أنه قال له الضحية اللي وقعه قبل ره ما وقعهش في الفترة ديالكنتاية بينما السيد الرئيس المجلس البلدي تم تنصيب دياله في شهر جوج وإحنا عندنا محضر ركاين في البوليس بأن الضحية اللي قبل الأخ ديالي كان في شهر ثلاثة اللي توفى هذه النقطة الأولى الأخ ديالي هذا الشهر الله اليوم كمل شهر من الوفاة دياله يعني جوج ديال الضحايا وقعه في الفترة ديال السيد رئيس المجلس البلدي الحالي يعني خسين نقول الأمور نقولها بالواقع ما نسبه واحدة شي واحد ومن الموحده ما نشبده واحد المنبر الإعلامي خصوية التعامل بمهنية أنت كصحفي ولا كإعلامي جيتي تأخذ المعلومة نسول ونسكت ونأخذ المعلومة وقعتني باش أنا ينقول لي طارف الحوار ونقول لي نصبغ ونقول شي حواج اللي هي ما كيناش فهذا ما يمكنش لي نسكت عليه أنا شخصيا النقطة الثانية اللي ثارت لانتباه ديالي ففي المداخلة ديال السيدة رفيق مجايت هدر على البناء العشوائي بأنه كان البناء العشوائي وهذا القضية هذه يعني صار حتى تندرت لي الضاجج لأن مجموعة ديالنس مجموعة ديالإدارات اللي تواصلت معهم لكتوكيها در الجو وكأنه الحي ديالي بوعججن كله بيناء عشوائي بينما هو عشرة في المئة تسعين في المئة عندهم الروخة الزيال يعني كيتتعاملوا بحالي لأنه نحن هنا كلنا بيناء عشوائي فهدي مغلطة خصوصة يعني ضروري الرأي العام الوطن المحلي يكون عارفها ثم كان النقطة ديال أنه احنا دك النهار في الأخر في المحضر هو الحي ديالنس ماذا كان شي دوار كي يكون تابع المجلس للمدينة عندي هذا هذا مشكل كبير من اللي كاته در على واحد المجلس تابع المجلس الحضاري كتقول عليه دواري بوعججن اداره صراحة اداره واحد الخطأ خطأ فادح جدا احنا نرى تابعين المجلس البلدي ونصحوا واحد المغلطة من سالة 2009 وحنا تابعين المجلس البلدي يعني خرجنا على الجامعة دياليحداثن والذي نتابعين من 2009 بينما كيرميوا الكورة للمجلس ديال مجلس جامعة إحداثن جامعة إحداثن كانت في 2009 البيناء والعمران اللي اتمنى هنا كله اتمنى في الوقت اللي جات فيه يعني من 2009 الهنا عما قبل كنا تابعين في إعلان الاخر وما أأخذه على السرافق مشايت وراها يعني صراحة كان عرفو صديق قديم ولكن أقول لي من أسأت أسأت ولي من أحسنت أقول أنه كان من المفروض نصحح ديالي المغالطات اللي كان دك الصحفي نصح المغالطات ديالي على الأقل بعدها من مرر هارش مورور الكيرام لأن أنا كمسؤول سنين نأخذ بعين الاعتبار المصداقية ديالي في الكلام يعني من مررش شي شي كلام اللي ما شي هو هدا كنمره ثم كان مجموعة ديالي ديالي اختلالات اللي كانت فادك الحوار لأنا صراحة يعني ما تقبلتهاش وكما قلتكم أنا كان نقول رغم ما كان سبغ حتى شي واحد ودائما الأخبار ديال الحادثة وكان نور رأي العام لنشير واحدة نقطة مهمة كان نور رأي العام المحلي بأنه القضية الملف في القضاء ديالي رغم يمشي القضاء ولكن صراحة رغم يلقيت في واحدة إشكالية كبيرة جميع الإدارات وجميع المؤسسات كيتهربوا من المسؤولية ديالهم ما كيبغيوشي من حوك الشواهيد باش تثفت الحالة وهي الحالة رأي موجودة وعني الجاميع شاهدها ولكني عندي إشكالية مع الإدارات باش نطبع الملف المطلابي ديال أخ ديالي باش يتعوض الأولاد دياله ركن لقيت إشكالية كبيرة في جمعة الملفات وبطبيعة الحال رأي مستجد ولا أي حاجة كانت جديدة في الملف المطلابي ديال الحي أو ديال ملف المطلابي ديال أخ ديالي فأكيد غادي تشوفوه عن طريق الموقع ديال الرفدية اللي كان زيد نشكره مرة أخرى لأنه فعلا تابع معنا الملف من البداية إلى الآن ومازال مواصل معنا وفعلا نكون هو الموقع الأول اللي ثار معنا لانتباه ديال المسؤولين لهذا الملف المطلابي واللي هو مستعجل ديال حي إبو عجاجن من اللي ولا اسميته دوار إبو عجاجن أنا كنت تعجب حي إبو عجاجن تابع لمجلس المدينة كون لدوار إبو عجاجن صراحة أنا من المبكيات والمضحكات في نفس الوقت يا ديال النقطة السيد رئيس المجلس البلدي سي رفيق مجعيث ركما سبق لي وقلت أخو صديقه كان عرفو مدة قديمة وهذه ولكني أثار الانتباه لن نقطة ما كانت في لنا في الاجتماع من يجبوا هذه المشكلة لوض الحار لوض الحار عندنا نحن كامل كومبليت كل شي دايز ما بقى تحتشي ما لدينا مشكلة ديال ما برونشات حنا برونشينا وخلصنا وخلصنا المكشب الوطني لدينا ما لدينا مشكلة يعني إلى خلصنا التسفيت وبالمناسبة كان نخبر الرأي العام للوطني بالمح يعني باللقاء يعني كيفاش خلاصة دياللقاء اللقاء أولا كان فيه الحضور دياللسيد رافيق بجعيت مشكور أنه أعطانا الوقت تقريبا نهار كامل هو معنا دار تليفونس دعا الرئيس المكسب الإقليمي للكهرباء سيد تازير والنائب ديالسي عمار وبالحضور ديالسي شعيب بن قدور عضو ديال المجلس البلدي والسي سوهيل وكانوا الإخوان ديال الجمعية معنا يعني الجمع كان موسى وكان فيه المحضر سيد مدير الديوان ديال سيد رئيس المجلس البلدي كان دار المحضر ودرنا لقاحة الحضور يعني المجلس كان ما شاء الله يعني كيف بغير إحنا وخرجنا بعض المخرجات نور بها الرأي العام المحلي ومن أب المخرجات هو أنه مشا معايا خرج معايا سي نوردين طهيري سي نوردين طهيري التقني ديال المجلس المدينة خرج معايا كل فوق السيرافيق مجايت باش أنه يدير واحد الكروكي لذك سلك باش يعرفوا يعني يديروا الخدمات ديالهم مشا معايا در المعاينة مما المخرجات الثانية هو أنه لقينا أنه إحنا لقينا بأنه الطريق درت الدراسة ديالو شاملة في 2017 من 2017 ودوسي محطوط ومشكور السيرافيق مجايت من اللي قال لجبدي يدوسي هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة هو أنه عندنا مشكلة ديال الواد الواد من المناطق المهددة بالفيضانات ما طلبنا شي حاجة بزاف طلبنا تركز تطبلينا داك الواد ومشا معانا التقنية والسائق ديال تركز ورنا البلاسا إلى يومين هذا من هر يجمع يومين تركز لا يوجد شي حاجة من المسارة كان هذا يجب على أبسط حاجة تكميل الكلام ديالي يعني هذه أبسط حاجة تركز يجب شي ينقين الواد ره باقي ما كينتش حاجة لكليراج حضرنا على لكليراج لكليراج سيد شعيب بن قدور مشكور جاب لينان الفاروات وجاب وقال لك سيد داك نهار يجب ويجب ويجب يجب ويجب مركب ويجب من نهار يجتمع من هذا يجب مدى ويجب على الأرض من ما كان المعاينة صيف طنو بلد 3 أو 4 من المجلس البلدي يجب ويجب ويجب على أرض الواقع ويجب أي أخبار أو أي مستجد سيكون في هذا الميل المطلبي لأنه كما سبق لي وقلت لهم في المجلس راح عندنا ميل في مطلبي وعندنا لائحة الأساليب احتجاجية سوف نأخذها دقة 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 حتى تحقيق المطالب الساكينة حتى يطرف عن الساكينة وعندنا من 2009 ونحن نتابعي المجلس البلدي المجلس المتعاقبة كاملة ما دارت لنا حتى شي حاجة نشكركم جزيل الشكر الموقع الرفدية ونشكر جزيل الشكر كل المتابعين المجلس الاختار وكما ألم جميعا المستجدات التي ستبت في الملف سنتابعون على الموقع الرفدية شكرا جزيلا لكم